للعراق فقط ومن أجله وبثوبه العربي تسامى العراقيون على أوجاعهم في بطولة خليجي 25 وقدموا رسالة حطمت أمال السياسيين في استثمار الحدث للترويج لأنفسهم وإعطاء القضية بعدا سياسيا منافيا لصرخة الجماهير التي أعلنت صراحة أنه لا ولاء لغير الوطن ولم تكن البطولة مجرد حدث الرياضي بالنسبة لجموع الجماهير العراقية لكنها كانت فرصة للتعبير عن صخطهم من الفشل الحكومي وذلك عندما استقبل محمد السوداني بهتافات تندد بنهيار الدينار وما تبع ذلك من أزمات اقتصادية خانقة ولأن العراقيين ينتهزون كل فرصة للتعبير عن حسهم الوطني فلقد حضرت ثورة تشرين أيضا في هذه البطولة من خلال رفع صور شهداء الثورة الذين قتلوا على أيدي القوات الحكومية والميليشيات التي تريد أن ينسب هذا الإنجاز لها فما كان من الحاضرين إلا أن يذكروا الساسة وزعماء الميليشيات بأن تضحياتهم لن تذهب سدا العراقيون ولسيما أهالي البصرة لم تمنعهم ظروفهم الصعبة من إظهار أصالتهم عبر استقبال الضيوف بحفاوة الترحيب والتوقي إلى الوصال مع المحيط العربي رغم كل محاولات سلخهم عن هذا المحيط وإبقاء بلادهم رهينة للأجندات الإيرانية على عناد الأرجنتين تبقى الخليج عربية الله يحفظكم شكرا